اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يمر النظام عند بنائه بمجموعة من المراحل التي يطلق عليها دورة حياة تطوير النظام وتنفذ هذه المراحل بشكل متسلسل لتقود إلى النهاية حيث أن لدينا أول مرحلة من مراحل تطوير و بناء نظم المعلومات هي مرحلة البلانيغ التي هي مرحلة التخطيط سنتحدث على كل واحدة على حدة والمرحلة الأخرى لدينا مرحلة التحليل بالإضافة لمرحلة الثالثة لدينا مرحلة التصميم والمرحلة الرابعة لدينا مرحلة التنفيذ والإمبلمنتيشن والمنتنس وآخر مرحلة لدينا مرحلة الصيانة والدعم لسابورت ومنتنس سنتحدث في البداية عن أول مرحلة لدينا مرحلة التخطيط في مرحلة التخطيط هي المرحلة الأولى من دورة حياة النظام وفيها يتم معرفة إمكانيات تطبيق النظام على الواقع أم لا يعني في البداية قبل البدء في المشروع يتم مرحلة التخطيط نبدأ بالمشروع كبداية نشوف مدى قابلية تنفيذ المشروع على أرض الواقع حيث من أهم المهام التي تؤدي في هذه المرحلة في البداية لدينا تحديد أهداف النظام ودراسة المشاكل القائمة نحدد الأهداف البداية وندرس المشاكل الممكن تظهر لنا في المستقبل بعد ذلك اللي هو افتراض الحلول ومناقشتها بين فريق العمل القائم على تنفيذ المشروع رابعا لدينا اللي هو تحديد نوع المدخلات والمخرجات والعمليات المطلوبة لازم في هذه المرحلة نحدد وش المدخلات اللي عندنا وما هي المخرجات اللي نحتاجها والعمليات المطلوبة بين العمليات المدخلات وعمليات المخرجات أيضا لدينا تحديد الأدوات المستخدمة كل شيء يحتاجه في إنشاء المنظومة يحتاج إلى مثلا لدينا الأدوات المستخدمة من قائمين على العمل من الأدوات من أشياء سابقة تحدثنا عنها يتم تحديدها في مرحلة التخطيط المرحلة التارية لدينا هي مرحلة التحليل وهي تابعة بعد مرحلة التخطيط وفي هذه المرحلة يتم تحليل العميق والمفصل مرحلة التخطيط بشكل مبسط أخذنا النقاط الرئيسية في مرحلة التحليل يتم التفصيل في جميع النقاط التي ذكرناها سابقا للنظام وأهدافه وأحتياجاته وذلك بناء لبناء تصور كامل للنظام وينتج من هذه المرحلة ما يلي لدينا بعض النقاط التي تنتج لهذه المرحلة مثل تحديد جميع البيانات التي يحتاجها النظام لدينا النظام ماذا يحتاج من بيانات ينتج لدينا في هذه مرحلة التحليل جميع النتائج في هذا النظام أيضا تحديد جميع عمليات المعالجة التي يمكن أن يحتاجها النظام أي عملية معالجة بين عملية الإدخال والإخراج في هذا النظام كامل يتم تحديدها في هذه المرحلة لمرحلة التحليل أيضا لدينا تحديد جميع المعلومات التي يحتاجها المستفيد من النظام المستفيد من هذا النظام لدينا كامل المعرفة وكامل المعلومات التي يحتاجها المستفيد من النظام أيضاً لدينا رسوم وبناء النماذج والواجهات الرسومية للنظام التي يحتاجها أي نماذج أي رسومات أي مخططات لهذا النظام تكون في مرحلة التحليل لازم تتم في مرحلة التحليل وأيضاً تصنيف البيانات التي يحتاجها النظام وربط هذه التصنيفات فيما بينها أي تصنيفات لدينا لازم نربط بين هذه التصنيفات فيما بينها للمعرفة لمرحلة التحليل أيضا لدينا تحديد الميزانية المطلوبة لتنفيذ النظام كل هذه النقاط تتم في مرحلة التحليل يلي مرحلة التحليل التي لدينا مرحلة التصميم في مرحلة التصميم وهي تابعة بعد مرحلة التحليل يتم وضع مخطط النظام وتصميمه كاملا حيث وفق هذا النظام نمخطط على شكل تدريجي من العام إلى الخاص بشكل متدرج ويمكن الخروج من هذه المرحلة بما يري ويكون عندنا تصميم هيكل كامل للنظام مرحلة التصميم هي تابعة لمرحلة التحليل بعد مرحلة التحليل نقوم بتصميم هيكل كامل للنظام أيضا نصمم قواعد البيانات للنظام ووضع الشروط والقيود التي تتحكمها بعد تصميم قواعد البيانات نصمم مواجهات المستفيدين من هذا النظام أيضا تصميم مخزن البيانات التي تخزن فيه جميع البيانات والمعلومات في النظام بالإضافة لتصميم مواجهات الإخراج في مرحلة التصميم تصميم الاستعلامات المطلوبة للوصول إلى التقارير التي يحتاجها المستخدم أي تقرير نحتاجه في النظام يتم العمل عليه في مرحلة التصميم وأيضا تصميم مواجهة المساعدة والتي تحتوي على المعلومات للنظام ودليل التعليمات ودليل الدعم لأن النظام عندما ينشأ ويصمم لا بد من ملفات تعريفية وتعليمات لكيفية استخدام هذا النظام وتقدم المستخدم شرح عن كيفية استخدام النظام بشكل كامل وبشكل صحيح والتعامل مع الأخطاء التي قد تقع أي أخطاء قد تقع كل شيء موضح يكون في صفحة المعلومات والدعم لمستخدمين النظام المرحلة التي تليه وهي مرحلة التنفيذ والاختبار بعدما صممنا وقمنا بتصميم الوجهات للمستخدمين لوجهات الإخراج وجهات أو التقارير اللي نحتاجها أو تقارير الدعم إلى آخره نبدأ في مرحلة التنفيذ والاختبار حيث هذه المرحلة يقوم فيها المبرمجون بكتابة النصوص البرمجية لنظام المعلومات والقيام بتوثيق البرنامج وتنصيبه واختباره وذلك الوصول البرنامج بجي يعمل بشكل صحيح في هذه المرحلة مرحلة كتابة الكود البرمجي وكتابة الصفحات التي يحتاجها المستخدم لهذا النظام تتم عن طريق المبرمجين حيث يحرصون على تنصيب البرنامج واختباره والحرص على أن البرنامج يعمل بشكل صحيح وخالي من الأخطاء وحسب المواصفات والاحتياجات المطلوبة لذلك وينتج من هذه المرحلة لدينا بعض النقاط من هذه النقاط وضع كتابة النصوص البرمجية الخاصة بالنظام كتابة الكود البرمجي كامل لجميع الصفحات في النظام وتنفيذ الواجهات المصممة في المرحلة السابقة وربطها بقواعد البيانات مرحلة التصميم صممنا أكثر من واجهة واجهة المستخدم واجهة الإخراج للتقارير للتعليمات يتم ربط بين هذه الواجهات عن طريق الكود البرمجي وربطها بقواعد البيانات الأمر الآخر لدينا اختبار النظام من خلال إدخال عدد كبير من البيانات الواقعية لتأكد من جاهزيته بعدما نصمم البرنامج ونكتب الكود البرمجي لا بد من إدخال بعض البيانات وذلك لسبب اختبار النظام بدون بيانات النظام لا يتم استخدامه أو تجربته لذلك يتم إدخال البيانات لتجربة النظام وتأكد مدى صلاحيته بدون أي أخطاء ومدى جاهزيته أيضا إعداد حزمة البيانات القابلة للتركيب في جهاز المستخدم لا بد من متأكد من هذا الشيء أن حزمة البرنامج قابلة للتركيب في جهاز المستخدم أو على شبكة الإنترنت لما يبرمج المبرمجون هذا النظام التأكد من أن هذا النظام قابل الاستخدام لجميع المستخدمين في كافة الفئات يراعى في ذلك جميع المواصفات للأجهزة حتى لا يكون فيه إشكالية في المستقبل عند تركيب النظام تثبيت النظام والتأكد من محتوياته وجاهزيته في هذه المرحلة لا بد أن يكون في اختبار النظام تركيب النظام وتجربة آداء النظام حتى يتأمم التأكد أن النظام جاهز للاستخدام بدون أي أخطاء وبدون أي مشاكل اختبار البرنامج وتأكد من خلوة من الأخطاء طبعا في هذه المرحلة التنفيذ والاختبار مرحلة تقنية أكثر عن طريق المبرمجين هم يصممون الواجهات هم يقومون في كل الأدوار والاختبار لجهزية البرنامج لدينا مرحلة أخيرة لهذا النظام اللي هي مرحلة الصيانة والدعم وهذه تلي بعد اختبار البرنامج أو النظام بشكل كامل يتم فيه مرحلة الصيانة والدعم لمتابعة الأخطاء التي قد تظهر في المستقبل وأيضا في حالة احتياج إلى تطوير النظام مرحلة الصيانة والدعم بعد مرحلة التنفيذ والاختبار وتستمر بالعمل مدام النظام يعمل بشكل مستمر يتم استمرار مرحلة الصيانة والدعم حسب الزمن المتفق عليه بين مصمم النظام وبين المستفيدين المقصود فيها حسب المتفق عليه يتم الاتفاق بين المبرمجين وبين المستخدمين النظام أن يتم الدعم أو الصيانة لهذا النظام لفترات ممكن يحطون عقد لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات أو إلى أكثر من ذلك يتم استمرارية الدعم طيلة هذه الفترة الاتفاقية ويقوم فريق مختص بتقديم الدعم للمستخدمين الفريق المختص هو اللي يدعم المستخدمين لأننا صممنا النظام كمبرمجين المستخدمين النظام لا بد أن يكون فيه تواصل فيما بينهم لشرح آلية استخدام النظام لأن البداية النظام ممكن يواجه المستخدم فيه إشكاليات لذلك يتم التواصل عن طريق الدعم الفني ويجرى عمليات الإصلاح والتحسينات وفقا على النظام وفقا ما تم الاتفاق عليه يتم الاتفاق بينهم إذا كان فيه أي إشكاليات في النظام يتم إصلاحها بشكل مباشر وفيما يلي ذكر لأهم ما يتم في هذه المرحلة يتم في هذه المرحلة مرحلة التصميم هذه النقاط الرئيسية عندنا تدريب المستخدمين على استخدام النظام مثل ما ذكرنا أن المستخدمين لا بد أن يتم تدريبهم على استخدام النظام بالشكل الأمثل وتقديم الدعم للمستخدمين والإجابة على استفساراتهم لازم يكون فيه تقديم دعم وإجابة على استفسارات ممكن أحد المستخدمين ما هو قوي باستخدام الحاسب الآلي ممكن الدعم الفني يقوم بشروحات ومتابعة العمل حتى يتم التعلم على استخدام النظام والاستمرار في العمل على النظام أيضا لدينا إصلاح الأخطاء التي تظهر في البرنامج لكل النظام ممكن يكون فيه بعض الأخطاء لازم يكون عندنا فريق دعم وفريق صيانة يكون يتابع أي خطأ قد يظهر يتم حل المشكلة بشكل مباشر وهناك مجموعة من الخطوات الواضحة المحددة لقيام بكل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير نظم المعلومات وذلك يقوم بتنفيذها عداد من مختصين في الحاسب مثل عندنا محلل، عندنا مصمم، عندنا مبرمج، عندنا مطور من الوظائف الأخرى والتي تذكر لنا المراحل التي تم التحدث عنها نعود إليها مرة أخرى بشكل سريع اللي هي الخمسة مراحل الأساسية لدينا اللي هي أول مرحلة عندنا مثل ما تحدثنا في مرحلة بناء وتطوير نظم المعلومات لما تتجي تنشي نظام لازم تمر أو لابد أنك تمر في خمسة مراحل لتطوير وبناء وتطوير نظم المعلومات أول مرحلة مثل ما تحدثنا لكم اللي هي مرحلة التخطيط وهي كبداية يخطط لكل النظام كاملا نحدد الأهداف، ندرس المشاكل، نفترض الحلول ونناقشها فيما بينها يكون فيه فريق عمل يحلل أو يخطط للنظام كامل وش الاحتياجات وش الاشياء اللي نحتاجها الشيء الثاني عندنا اللي هو المرحلة الأخرى عندنا اللي هي مرحلة التحليل في هذه المرحلة مثل ما تفضلنا وقلنا أنك تجمع البيانات كاملة وهي مرحلة دقيقة هي المرحلة الفاصلة للنظام أنك تجمع جميع البيانات، جميع احتياجاتك كاملة في النظام في هذه المرحلة أنك جميع العمليات المعالجة، الواجهات اللي راح تستخدمها واجهات المستخدم، واجهات الإخراج، أي تقرير داخل النظام تتم في هذه المرحلة يعني الشغل الكامل سيكون في مرحلة التحليل اللي يجمع البيانات وتحديد الواجهات وآلية الاستخدام كامل كلها تكون في هذه المرحلة المرحلة التي تليها قلناها مرحلة التصميم تعتمد على ما تم ينجاز في المرحلة التحليل هذه تقوم في تصميم هذه جمع بيانات ومعلومات وتحليل هنا مرحلة تصميم نصمم هيكل النظام نصمم قاعدة البيانات ونصمم الواجهات للمستخدمين وأيضا نصمم مخزن البيانات وتقييم واجهات الإخراج في مرحلة التي تريها عندنا هي مرحلة المبرمجين وهذه نسميها مرحلة التنفيذ والاختبار هذه نقوم فيها ببرمجة ما تم عمله في مرحلة التصميم إلى كود برمجي وواجهات المستخدمين عن طريق المبرمجين ووضع كتابة النصوص البرمجية على النظام بالإضافة تنفيذ الواجهات التي سبق ذكرناها اختبار النظام، اعداد حزمة، البرنامج إلى آخر واختبار النظام بشكل نهايي في مرحلة التنفيذ ومرحلة الاختبار يتم تأكد من جهازية البرنامج وإذا في أي أخطاء المرحلة التي تريه ممكن تعالج أي خطأ تم عمله في السابق لأنك لما تصمم برنامج ممكن مع الاستخدام تواجه بعض الأخطاء لكن يكون عندك فريق صيانة وفريق دعم في هذه المرحلة يتم متابعة العمل كاملا بالإضافة أنه داعم للمستخدمين النظام للمستخدمين النظام مثل ما ذكرنا سابقا قد يكون ليس لديهم القوة في استخدام النظام لكن في فريق دعم كامل يقوم بالتواصل يقوم بالتواصل تقديم الدعم للمستخدمين والإجابة على الاستفسارات كاملة بين المستخدم وبين الداعم للنظام واليوم تكلمنا هذا درسنا اليوم تكلمنا عن مراحل تحليل وتصميم نظم معلومات أتمنى أعزائي الطلاب والطالبات أنكم استفدتم من هذا البرنامج وإن شاء الله نلتقي في برامج أخرى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد